نورتم. انا احمد اسامة ودي الحلقة الاولى من كورس الحادثة الconversation للمستوى الاول المبتدئين. كورس الحادثة هيبقى ماشي بالتسلسل الاتي. دايما في اول كل حلقة هناخد تعبيرات وجمل مرتبطة بالموضوع اللي احنا بنتكلم فيه. بعد كده هناخد اسئلة وحنحاول نجاوب عليها على ضوء الكلمات والتعبيرات اللي احنا درسناها. وفي اخر الفيديو هيبقى فيه حوار ما بين طرفين او اكثر. الحوار دوت برضو هيبقى قائم على الجمل والتعبيرات اللي احنا اخدناها في الفيديو. نصيحة كل ما ييجي الحوار ده بعد ما تخلص الفيديو حاول انك تمثله تاني مع نفسك او تجيب طرف تاني وتمثله الحوار ده مع بعض. لان من غير ما تتكلم الكورس ده مش هيبقى كورس محاذة. يلا بنا نبتدي مع بعض. في الفيديو بتاع النهاردة هنتكلم على العادات اليومية ازاي تسأل وازاي تجاوب. لما حد يسألك انت بتعمل ايه في يومك. يلا بنا نبتدي بشوية تعبيرات مع بعض. في الصباح. بعد الظاهرة اللي هو ساعة اتناشر مساءة. وبعد كده in the morning بتمسك تاني اليوم من بعد اتناشر مساءة. get up او wake up. اللي اتنين معناهم يستيقظ. بس الفرق يعني الفرق مش كبير قوي. get up ان واحد بيصحى وبيقوم من السرير. لكن wake up بتصحى وتفضل في السرير. بس يعني تقريبا الاثنين نفس المعنى. get up and wake up. I get up at 7 am. انا بستيقظ في السبع صباح. I get up at about 7 am. at about يعني في حوالي السبع صباحا. at معناها بالزبط. لكن at about معناها تقريبا. يعني ممكن قبل سبع بعشر دقائق. او بعد الساعة السبع بعشر دقائق. الكلمة اللي بعد كده after that. after that يعني بعد ذلك بتساوي then. اداة ربط. هنشوفها ازاي بنستخدمها قدام. او خلينا اديك عليها مثال دلوقتي. I get up at 7 am. انا بستيقظ في السابعة. after that بعد ذلك I take a bath. باخد شور او باستحم. وده يدخلنا على كلمة تانية. بنستخدمها في حياتنا اليومية وهي take a bath. يستحم. عندنا بعد كده get dressed. get dressed. يعني يلبس. قبل. before. 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 I get dressed. انا بلبس. before I go to work. انا بلبس. ابل مروح الشغل. get to work. يعني انتهي من العمل. turn off the alarm clock. turn off يعني تقفل. بالذات لو حاجة فيها كهرباء. او حاجة فيها مكينة او ميكانيكية. turn off the alarm clock. يعني اقفل المنبه. have breakfast. have lunch. have dinner. يعني اتناول الفطر. الغداء. والعشاء. okay. very good. I exercise. انا بتمرن. go to bed. يعني sleep. ينام. attend my lectures. بحضر محاضراتي. finish my lessons. بخلص دروسي. اتاني احنا بنحاول ناخد جمل على ديمانيتر. هتبقى مرتبطة جدا بالديالوج اللي احنا هناخده. وتساعدك انك تقدر تتكلم عن روتينك اليومي. get on the bus. يركب الاوتوبيس. get off the bus. يترك الاوتوبيس. tidy up my room. برتب قطي. tidy up my room. browse the internet. or surf the internet. يعني يتصفح الانترنت. check my emails. بفحص ايميلاتي. have a word with my manager. يعني بتحدث لمديري. or have a word with my family. or have a word with my friends. hang out. يعني يتسكع او يخرج مع حد. get back home. يعني اعود للمنزل. خلينا بقى نتجاوب دلوقتي على السؤال اللي بيسئلك دايما في المحاذة. what do you do usually every day? بتعمل ايه عادة كل يوم? هناخد الجمل اللي احنا درسناها لحد دلوقتي. والكلمات وحنحطها في موضوع كبير. خلينا اقول لك ممكن تجاوب السؤال ده ازاي بينا كلمك على يومي. وبعد كده عاوزك انت تكلمني عن يومك. okay. what do you do usually every day? i get up around noon. around هنا زي about يعني حوالي. get up around noon. يعني بصحة حوالي الظهيرة. noon اتناشر الدور. after that i take a bath. بعد كده باخد shower. and get dressed. وبلبس. before i go out. قبل ما بخرك. i exercise. باتمرر. i have breakfast in a restaurant near my house. بافتر فطار في مطعم قريب من بيتي. then. بعد كده. i get to my office. بصل الى مكتبي. get to. يصل الى. and start giving my sessions. وببتدي ادي دروسي. i have a recess. recess. recess يعني راحة. break. during the day to have lunch. خلال اليوم عشان احصل على الغداء. i finish my work at 11. when i finish my work at 11. when i finish my work. i have a word with my secretary. when i finish my work. i speak with my secretary. i leave the office at 11.30. i leave the office at 11.30. i leave the office at 11.30. and go to the cafe. and go to the cafe. and go to the cafe. at the cafe. i check my emails. and prepare for the next day. وبحضر لليوم التالي. sometimes. في بعض الاحيان. i surf the internet. or watch a movie. في بعض الاحيان. انا بتصفح الانترنت. او بتحدث عن فيلم. i get back home. او بشاهد فيلم. i get back home. بعود للمنزل at 2 am. بعود للمنزل في الثانية صباحا. before i go to bed. قبل ما بروح السرير. i have dinner. بقى اتعشى او بتناول عشائي. دورك بقى انك تكلمني كمان عن يومك. وتحاول تستخدم جمل وتعبيرات من اللي درسناها مع بعض في الفيديو. نخش بنا بقى على اهم جزء. واخر جزء هو الديالوج او الحوار اللي حنجري عشان نتكلم في عن يومنا. مطلوب جدا انك تحاول بعد ما تخلص الفيديو انك تعمل الحوار دوت مع نفسك كذا مرة او مع شخص اخر زي ما قلت في اول فيديو. يلا بينا. الحوار ده هيبقى ما بين طم و الي. طم. what do you do on the weekend بتعمل اي في عطلة اخر الاسبوع الي. i do a lot of stuff man. انا بعمل حاجات كتير. stuff معنها اشياء او حاجات. طم. like what? الي. i study some english. بذكر بعض الانجليزية. i water the plants. بس الزرح. stroll out with my dog. stroll out يعني بيتمشى. stroll out with my dog. بيتمشى مع كلبي. طم. do you hang out with your friends? هل بتخلق مع ازدقاك؟ sometimes. في بعض الاحيان. if i got time. لو عندي what? tom. do you do any exercises? بتعمل اي تمرينات؟ yeah. every morning. كل صباح. 300 push-ups. تلتميت ضغط. tom you're kidding. انت بتهزر. no i'm not kidding. tom thank you. ellie you're welcome. وبنهاية الديالوجة والحوار تنتهي الحلقة الاولى من سيب لي تعليقات وقل لي غايك ايه في الحلقة. ولو عجبتك ما تنساش تعمل سبسكرايب وتلايك واستنوني في حلقة تانية مع كورس المحادثة. شكرا.